اشتركوا في القناة اتوقف فرنامجو ليه ايه الحكاية التفاصيل هو بيقول ان هو تعبان عايز ارتاح شوية الرؤية فيها حاجات في حاجات يعني خلينا نسمعه هو بس هو دولة شغال برضو على الهواء معنا فان شاء الله بكرا نكلمه في التليفون او بعده نعرف منه تفاصيل اكتر عن غياب اعلامي بارز وليلين الاعلاميين المؤسرين مش كتير يعني فطبعا غياب حد زي يسرفه ده ده تبقى حاجة مؤسرة جدا من رجل رصيين عنده كم كويس جدا من المعلومات ثقافته عالية جدا احنا كنا من يعني انا شخصيا كنت من اشد المعجبين بيابل ما خش التليفزيون يسري كان بيعمل حاجة اسمها سري للغاية في جزيرة ايام مكاتل جزيرة يعني يعني بنشوفها خلاص على كل حال يعني نتمنى اليسري فيه ده ايام تساعده وما يغيبش علينا لانه مزيع مهم والمزيعين المهمين مش كتير المزيعين الصادقين اللي منهم طبعا من ابرزهم يسرفه ده مش كتير في الاعلام عشان كده بنبقى محتاجين لمثل هذه الاصوات الخالصة لهذا الوطن الصالح هذا الوطن دكتور يوسف زيدان الحقيقة انا على اتصال بي لانه مفكر كبير ويشرفني ويسعدني جدا ان انا يعني هو يستقبل مكالماتي او يرد علي فترفون فبكلمه احيانا استنير كده بيه فبنقول تريد احنا نتكلم شو عن الصوفية فهو في هذا العالم متبحر جدا ومتبحر في اشياء كثيرة ومفكر كبير جدا فلكن مقالاته الاخيرة كلها عن داعش وكتبك حاجات مهمة جدا ومؤسرة جدا هل في علاقة بين الصوفية والجماعة بتوع داعش دول دول بيكلمه باسم الدين والصوفية حاجة مهمة جدا في الدين يعني تعالوا نشوف ازاي ممكن يوزن لنا المسألة دي دكتور يوسف زيدان حين تحدث زي ما قلتلكم انا في ناس في عالمنا وناس قليلين او يعلمنا العربي لما يتكلموا لازم نقعد كده نسكت ونسمع فمنهم الدكتور يوسف زيدان مفكر كبير ولواء كبير وحاجة حلوة خالص يعني يعني فنسمعه مع بعض بعد الفصل بلواء كبير